جمهوري العزيز صباح الخير عليكم تكملة لسلسلة تليفونات متريلا اللي علنت عليها مؤخرا نزل التليفون الموتريلا الموتو الجي 53 التليفون ده جاي بمواصفات رائعة جميلة متوسطة بتناسب لمستهلك المتوسط ودون المتوسط السعر بتاعه رائع وهتفاجأ به فعلا في اخر الحلقة دي لما تشوف الامكانات بتاعته الضخمة اللي بقدمها التليفون دوت مع السعر القليل اللي بيوفره لك او اللي بتوفره لك الشركة على مستوى العلم حتى الان لم يتم الاعلام بالزبط هو هيجي امتى بالزبط الشرق الاوسط ومصر تحديدا ولكن هو نزل خلاص اظمني في الشرق اه شرق اسيا وبيتباع دلوقتي اه هنمسك التليفون ده وهنراجعه وهنشوفه حتة حتة وهنشوف ايه المميزات بتاعته والعيوب بتاعته يلا مع بعض نراجع التليفون اللي من شركة متريلا وهو متريلا موتو الجي 53 او جي 53 الجديد يلا جميعا اعزائي المزالين في كل مكان ازايكم اخباركم يا رب تبو بخير اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة فاندر تكنولوجيا ومعجمات ومعاكم اخوكم ارشع التليفون ده يا جماعة اشرح لكم بقوة في السنة الجديدة للي معوش فلوس او اللي عايز يجيب تليفون مواصفات قوية ومعايا فلوس قليلة جدا التليفون اللي معنا النهاردة اللي هنراجعه هو من شركة متوريلا وهو متوريلا موتو جي 53 استعرضنا السنة اللي فاتت ال 52 وشوفنا المواصفات الرائعة اللي كان نازل بيها النهاردة هنستعرض الموتوريلا الموتو الجي 53 وهنشوف مواصفاته وهنشوف الامكانيات اللي بيقدمها لنا غير ان احنا هنشوف المزايا والعيوب ولو اللي انا مش شايفه غير عيوب قليلة وصد السعر اللي احنا هنتفاجئ به في اخر الحلقة فعلا لما تعرف ان كل الامكانات اللي بيقدمها التليفون ده مقابل فعلا سعره قليل جدا لو عرفته بالمصر او بالدولار هتستعجب وتستغرب فعلا وزي ما انا قلت قبل كده متوريلا دخل السوق بقوة وبجدارة وبتحارب الغلو وبيتقول انا هقدم اقوى امكانيات باقل اسعار وهقدم اقوى تكنولوجيا باقل اسعار في السوق العالمي او السوق المحلي عندنا التليفون فعلا جايبوا مصافات رائعة جدا صافة البطارية في الكاميرا في الشاشة في المساحة نفسها كله كله يعتبر كله حتى ديزاين بتاعه بريميا موشيك اوي اوي هراجع مع بعضنا التليفون ونشوف الدنيا بتاعته اخبارها ايه وطبعا مرحب جدا باستفساراتكم ومرحب بحضرتكم جدا في اي وقت اسألوني في اي حاجة او انا تحت امركم اه قبل ما هنراجع التليفون مش هنسى زي كل مرة اواصل حضرتكم ما تنسوناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنز وهنرد لحضرتكم على طول زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكوا كل جديد وتعرفوا كل جديد اه بالنسبة لي صندوق او الوصف هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا عاملة عروض الايام دي خشوا خدوا فكرة ولو عجبتكم حاجة اشتروها دعم للقناة يلا مع بعض نراجع التليفون اللي معنا النهاردة الرائع وهو موتوريلا موتو الجي تلاتة وخمسين يلا بينا التليفون ده اولا عنه في ديسمبر عشرين اتنين وعشرين وده حديدا خمستاشر ديسمبر عشرين اتنين وعشرين واصبح متاح في البيع او للبيع في الهند وباكستان في خمستاشر ديسمبر عشرين وعشرين يعني نفس يوم الاعلام بالزبط ابعاد التليفون ده مية اتنين وستين فاصلة سبعة فيه اربعة وسبعين فاصلة سبعة في تمانية فاصلة اتنين ملي متر الوزن المقدر ليه التليفون ده هو مية تلاتة وتمانين جرام التليفون يقدر ياخد شريحتين اتصال من النوع النانو غير ان الظهر بتاعه مصمم بنظام الووتر ريبلانت ديزاين او الريفليكشن اللي بيحصل في الشياكة بتاعت الظهر اللي بتدي او بتدي الشياكة ليه التليفون الفريم بتاعه هو ايه اتضهر اه من البلاستيك اما من الامام فهو من اه طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس من النوع الفيكتس اه ااسف من النوع رقم ثلاثة اه بالنسبة ليه الشاشة هي من نوع الاي بي اس ال سي دي مليار لون حاجة قوية جدا بتدي مية وعشرين هرتز ودي حاجة مهمة وتقيلة جدا وقوية كمان النتس بيوصل لتمنمية نتس بالدعم الاتش دي ار بساحة الشاشة دي ستة فاصلة خمسة انش بقوة استحواز ثلاثة وتمانين فاصلة تسعة في المية زي ما انا قلت الشاشة سوى مية وعشرين في الف ستة مية بيكسل باسبكت ريشو عشرين لتسعة ودي مساحة تعريبا الشاشة بالكامل بقوة بيكسلات ميتين وسبعين بيكسل لكل انش التليفون بالنسبة للبلاتفورم التاعه فبيدي باندرويد اه تلاتاشر مع الوجهة يو اي خمسة فاصلة زيرو بتاعة موتوريلا اما بالنسبة ليه المعالجة اللي هيبقى معها اول بروسيسور هيبقى من شركة كوالكم وهو سناب درجون ربعمية وتمانين بلاس ده فايف جي المعتمدية بتاعته طبعا هتبقى تمانية نانو متر ودي زا ما احنا عارفين هو ثماني النواة او ثمن انوية اوكتا كور النواتين الرئيسيتين او الاقوية بقوة اتنين فاصلة اتنين جيجي هيرس آآ آآ كورتكس آآ اي سبعمية وي عشرة المسمى بتاعها اما الستة انوية الموافرة للطاقة فهي بقوة واحد فاصلة تمانية جيجا هيرتز بالنسبة للجي بيو او واحدة الرسوميات هتبقى من نوع الادريينو الستمية وتسعة واشر التليفون ده آآ رائع جدا في حيطة الكورت النموري لانه بياخد كورت نمور للغاية خمسمية واثناشر جيجا بايت اما بالنسبة للتليفون نفسه فبينزل الزاكرة بتاعته آآ مية تمانية وعشرين فقط من نوع يوف اس اتنين فاصلة اتنين بالنسبة للرمات بينزل اما برامات اربعة جيجا بايت رام او تمانية جيجا بايت رام هنيجي بقى بالنسبة للتليفون نفسه والضهر بالذات هحب اقول لكم بس مبدئين ان اولا التليفون ده جاي في شكل مستطيل مربع وليس فيه اي آآ تحديقة سواء من خلف او من الامام مع فريم حد وعريض شبه بالزبط كده الايفون بتاع اليومين دول نيجي بالنسبة ليه الضهر فشعار متللة فيه المنتصف شكل دائري اما من الاعلى على الشمال فمستطيل فيه كاميرتين آآ هنتكلم عن يوم دلوقتي ببروس خفيف كده وآآ فلاش بجانب الكاميرا السفلة آآ مواصفات الكاميرات اللي هتيجي فيه التليفون من الضهر هيبقى الكاميرا الرئيسية تبقى خمسين ميجا بيكس الفترة عادسة واحد فاصلة تمانية مدعمة بي دي اف وي الاوتوفوكس ولو اي اس اما الكاميرا التانية السنسور او القوية اللي بتتسند الكاميرا الاولى فهي هتبقى من نوع الماكرو بفترة عادسة اتنين فاصلة اربعة الال اي دي فلاش دول بيدعم تصوير اتش دي ار وي البانوراما اما تصوير الفيديو فبيوصل لالف وي تمانين بيكسل بفريم تلاتين فريم برساكن بالرغم من ان الكاميرا خمسين بيجا بيكسل عرف ليه ما خلوهاش نيجي بالنسبة من الامام فالتليفون بيدعم من الامام اه كاميرا سيلفي عبارة عن هول بانش في المنتصف في الاعلى بيجي الكاميرا ديت بقوة تمانية ميجا بيكسل بفترة حادسة اتنين فاصلة اتنين بتدعم تقنية الاتش دي ار ووضع العزل والتحميل اه والتجميل كمان واشارة الالتقاط وكشف الوجوه بالاتسامة والمؤقت الزاتي اه ده بالاضافة طبعا كل ده بتدعمه الكاميرات الخلفية ولكن الكاميرات الخلفية بلص عليها بالدعم وضع العزل الخلفي ووضع التصوير الليلي التصوير الاحترافي التقريب الرقمي العنوانات الجغرافية التركيز باللمس الكشف الجوه اه والابتسامات البانوراما اعدادات الاي الاي اس او التشغيل السريع المؤقت الزاتي المستمر وعدادات التوازن اللون الابيض مع اللون اه الاسود اه بالنسبة للفيديو خلي باقيكم طبعا هو بيدعم طبعا تصوير اه موشن ودي حاجة كويسة جدا ورائعة لتليفون في السعر اللي احنا هنعرفه كمان شوية اما بالنسبة طبعا للكاميرا السيلفي فهي مفعاش فلاش للأسف او ما بيدعموش قوة الفلاش نيجي بالنسبة للصوتيات فاللويت سبيكر من نوع استيريو قوي رائع بس هي هي سماعة واحدة من اسفل وموجود اه مكان لتركيب الجاك تلاتة فاصلة خمسة ملي متر هنجي بالنسبة لوحدات الكمميكيشن الواي فاي دول باند باحدث حاجة البلوتوس بالاصدار خمسة فاصلة زيرو الجي بي اس دول باند الانف سي موجود واليو اس بي من نوع اه الطايب سي اتنين اه فاصلة زيرو وبيدعم الوتو جي وللاسف مفيش اه مكان او اه ما بيدعمش الانفرا ريد بالنسبة للسنسورز فالبصمة بتيجي جانبية في زر الباور بالشياكة كده وموجود باقية السنسورز اللي موجودة في باقية التليفونات البطارية بالنسبة للبطارية هي من نوع الليثيوم خمس تلاف ميلي امبير وككلام الشركة نوبي كفيك يومين وي حاجة بسيطة بيدعم شحن سريع 18 واط وبيدعم الشحن العكسي ودي حاجة حقلوة جدا في تليفون زي ده ولكن بالكابل وليس بالويرلس او بالشحن الويرلس التليفون ده بينزل منه الليونين اللي هو الاسود وي الابيض اما بالنسبة للسهر المفاجئة بتاعت التليفون ده فاقل تقدير مية وعشرين يورو يعني تريبا بالمصر احنا نتكلم وقت تصوير حالقة بتلات تلاف وتلتمية جنيه تقريبا على تليفون زي ده بالامكانيات اللي بيقدمها التليفون دوت ويقالي بصراحة الشركات او التوكيل بتاع مترلا في مصر اه يبتدي ينزل لنا التليفونات دي طالما بقى في غلو اسعار في البلد فيبتدي ينزل الاسعار اه ينزل الموبايلات دي وموترلا على فكرة شركة عريقة جدا ورشحة بقوة لاي حد دراجة تانية نفسي حتى الوكيل عندي ينزل تليفونات منه عشان ابتدي اجرب او ابتدي اخطبه يبعاد للتليفونات دي ونشوف اخبار التليفونات بتاعتهم خاصة ان انا كنت مسترد من قرية بالاكس فورتي بامكانات ضخمة جدا وتمنوا في الاخر حداشر الف جنيه بنتكلم في اسعار وليلة جدا يا جماعة في قلب الغلو ده فاحنا محتاجين فينا التليفونات دي بالذات لما بيبيراند قوي زي موترلا لغاية احنا وصلنا لنهاية الحلقة اه لو عرفوا طبعا امتى التليفون ده ينزل اه هبلغ حضراتكم اه المعلومات اللي موجودة فيها يا رب بتكون فادتكم ما تنسوناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنتس ونرضى لحراركم على طول زر الجرس لو سمحتم فاعلوه عشان يجري لكم كل جديد اه هتلاقوا في صندوق الوصف اسفل الفيديو دوت هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا خاصة ان هي عامل عروض لو عجبتكم حاجة اشتروها دعم للقناة اه شكرا جدا لحسن استمحها لكم كل عام وانتم بخير وسلام وعلا